نحن نتكلم على الكمبان ناؤنز الكمبان ناؤنز زي ما واضح من الاسم هو اسم بيتركب من كلمتين او بيبقى حاجة اسمها سولد يعني الكلمتين بيبقوا جنب بعض بس الاهم مش انك تبقى عارف بس الشكل الكمبان ناؤنز الاهم هو النطق بتاع الكمبان ناؤنز هتفاجع النهاردة بحاجات كتير كنتم تنتققها غلط لان الكمبان ناؤنز ليها قاعدة خاصة جدا في الانجلش عشان تقدر انك تنتقع صح في الكمبان ناؤنز بالذات لو بنتكلم ناؤن بلس ناؤن دايما السترس او الضغط يعني تضغط وتطول بيقع دايما على الكلمة الاولانية الكلمة الاولانية دايما بنقولها long و stressed هناخد مع بعض شوية كلمات هتلاحز دايما ان الكلمة اللي انا كاتبها بخط كبير هي الكلمة اللي انا بركز عليها في النطقة دايما نبتدي مع اول كلمة او اول example كلمة man راجل عادي في الانجلش بنقول man لكن لما تبقى business لو عاوزين نقول في الانجلش راجل اعمال ما ينفعش تقول business man وين يجي الغلط لازم نقول business man زي ما انت شايف انا ركزت على business لكن ما قلتش man قلت man businessman مفيش مثلا حاجة اسمها policeman police policeman policeman باللغة الانجلزية يعني room ما ينفعش مسلا لما اجا اقول غرفة المعيشة او الصلاة ما ينفعش اقول living room لازم اقول living room living room room bedroom bedroom bathroom bathroom phone phone لو احدو اضغط عليها زي ما انت عاوز ممكن تقول phone 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 لكن لما تبقى جاية في كلمة زي هاتف خلوي او محمول cell phone انا ما قلتش cell phone cell phone cell phone في شهر اسمها iphone زي ما احنا بنقول iphone iphone quartel codem football ما تقولش football 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 handball handball حاول بقى تخمل معي الكلمات اللي حاطلت على الشاشة دي وانطقها قبل منطقها highway 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 top لوحدها لكن لما تبقى جاية مع lab خط بالك واحد يقول هي lab اسمة او ازاي اسمين ما تقولتكم اسمة في الانجلش بمعنى الحجر حجر حدي يعني اوكي عشان انت بتحط اللاب على حجر المهم laptop ما تقولش laptop laptop ما تقولش bus stop bus stop bus stop bus stop that's all for today thank you and wish you all the best salam